وقل رب زدني علما أبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم سائلا الله عز وجل أن يهله عليكم باليمن والبركات والسلامة والإسلام وأن يتقبل الله عز وجل صلاتكم وصيامكم وأن يجعل ذلك كله خالصا لوجهه الكريم وبالمناسبة أيضا أشكر جزيل الشكر كل المتابعين المشاركين في هذه القناة الذين يديمون التواصل ويتابعون هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة بإذنه سبحانه وتعالى كالعادة نبدأ بتقويم تشخيصي في الدرس الماضي تحدثنا عن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوصايا التسع إذن كتقويم تشخيصي لهذا الدرس ومعرفة لماذا تمكنكم من المعارف التي ذكرناها في هذا الدرس أطرح عليكم هذا السؤال إذن انطلاقا من تلك الوصايا التسع اذكروا لنا ثلاث وصايا ثلاث وصايا من تلك الوصايا مع بيان كيف يتمثلها على أرض الواقع وكذلك ما هي القيم المستفادة من هذه الوصايا إذن تذكر ثلاث وصايا كل وصية تذكر كيف يمكن أن نطبقها كيف يمكن أن نتمثلها على أرض الواقع ثم ما هي القيم أو القيمة أو القيم التي يمكن أن نستفيدها من هذه الوصية إذن كل وصية تذكر القيم المستفادة منها وكذلك كيف يمكن أن نطبقها ونتمثلها في أرض الواقع إذن هذا تقويم تشخيصي للتعلمات السابقة في اليوم إن شاء الله عندنا آخر درس آخر درس من دروس مادة التربية الإسلامية وبعده إن شاء الله سنقوم بتصحيح ونشتغل على مجموعة من الامتحانات الجهوية وكذلك حتى الفرود سواء الفرود الأول أو الفرد الثاني لكي نختبر معلوماتنا ونعرف ما هي مكامن الضعف وكذلك ما هي مكامن القوة حتى نشتغل على مكامن الضعف إذن اليوم إن شاء الله كما ذكرت عندنا الجزء الأخير من صورة الحديد أي من الآية الواحد والعشرين إلى الآية الثامن والعشرين ولا بأس أن نذكر بما رأينا في الجزء السابق إذن في الجزء السابق رأينا عدة معاني من ذلك أن الله عز وجل بيّن لنا حال المنافقين يوم القيامة وشقاءهم وذلك الظلام الذي يتخبطون فيه وهم يلتميسون من المؤمنين أن يعطوهم من النور ورأينا هذا الحال السيء وهذا الموقف الصعب الذي يعيشه هؤلاء المنافقون ونستفيد من ذلك أننا علينا أن نبتعد عن النفاق وعن كل ما يتصل بالنفاق حتى لا نكون من هؤلاء ثم كذلك حذرنا الله سبحانه وتعالى من قسوة القلوب الناتجة عن الابتعاد عن القرآن الكريم لأن علينا أن لا نبتعد عن القرآن الكريم لأن من نتائج ذلك أنه يؤدي إلى قسوة القلب كذلك من المعاني التي رأيناها في هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى يرغبنا في الإنفاق في سبيله ويحطنا على ذلك لما له من أجر كريم كذلك رأينا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الدنيا وصورها لنا تصويرا دقيقا من خلال ضرب المثال على ذلك حتى لا نغتر بهذه الدنيا وحتى لا ننخدع بها وفي المقابل دعانا إلى المسارعة إلى مغفرته إلى نيل مغفرته بالأعمال الصالحة إذن كانت هذه خلاصة لما رأيناه من معاني في هذا الشطر وتعرفنا أيضا على قاعدة الإخفاء وذكرنا أنها من أكثر القواعد من حيث عدد الحروف وضربنا أمتلا يمكن مراجعة هذا الدرس لمن فاته هذا الدرس حتى يستوعبه جيدا إذن درسنا اليوم إن شاء الله متعلق قلنا بالجزء الثالث من صورة الحديد سنتعرف على عدة عناصر أولا بعد أن تقومون في الدفتر بكتابة الآيات وكذلك كتابة القاعدتين التجويديتين عندنا قاعدتان تجويديتان سنتعرف عليهما ثم كتابة شرح المفردات سنتقل إلى استخراج المضمون العام ثم كذلك المعاني الجزئية ثم نستنبط الأحكام الشرعية المذكورة في هذه الآيات وكذلك ما هي القيم الواردة في هذه الآيات وكيف يمكن استثمارها وكيف يمكن تمتلها هذه العناصر كلها سنتعرف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الحصة من مادة التربية الإسلامية إذن قبل أن نبدأ كالعادة نقرأ قراءة أولية لهذه الآيات فاسمعوا خاشعين رحمكم الله عز وجل إذن يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخوء الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصر وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية وإبتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء لأن لا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله العظيم إذن كانت هذه تلاوة لهذه الآيات المباركات من سورة الحديد إذن بالمناسبة هذه السورة أنتم مطالبون بحفظها كاملة من البداية إلى النهاية لأنها ستكون موضعة لامتحان الجهوي ربما قد تسألون في الوسط أو في البداية أو في النهاية فلا تدرون لذلك احرصوا رعاكم الله على حفظ هذه السورة كاملة من المفروض أنكم قد حفظتم الجزء الأول وكذلك الجزء الثاني فيبقى لكم هذا الجزء الثالث تحفظونه إذن حتى لا تفاجأون بأي سؤال له علاقة بهذه السورة وأنتم لا تحفظون هذه السورة ثم كذلك لا تنسوا أن حفظ القرآن الكريم بالإضافة إلى نقطة الامتحان ففيه أجر كبير جدا لأن الذي لا يحفظ شيئا من القرآن الكريم كالبيت الخرب كالبيت المهجور الذي ليس فيه شيء فاحرصوا رعاكم الله على الأقل أن تخروا من هذه السنة وقد حفظتم صورة الحشر وصورة الحديد وفي ذلك خير كثير إن شاء الله والسنة المقبلة تحفظون الصورة المقررة وهكذا إذن عندما تحصل على شهادة البكالوريا تجد نفسك قد حفظت جملة من الصور النافعة التي تفيدك في حياتك بالإضافة إلى ما فيها من أجر كبير وثواب عظيم عند الله عز وجل إذن كالعادة نبدأ بشرح القاعدة التجويدية وفي هذا الدرس عندنا قاعدتان تجويديتان نتعرف عليهم انطلاقا من هذه الأمثلة انظروا هذه الأمثلة سميع عليم تفاخر بينكم عزيز حكيم فاسق بنبأ فمنهم مهتد من بعد لا تأملوا معنا هذه الكلمات إذن بالملاسبة نحن نتحدث عن القواعد المتعلقة بالنون الساكنة والتنوين إذا تأملنا هذه الأمثلة انظروا سميع عليم ماذا تلاحظون عندنا تنوين أين يوجد هذا التنوين في حرفه؟ ممتاز في حرف العين التنوين هو ماذا هو؟ ضمتان أو كسرتان أو فتحتان يسمى بالتنوين إما تنوين بالفتح أو بالضم أو بالكسر أو بالكسر إذا سميع عليم إذا تلاحظون ركزوا جيدا في النطق نقول سميع عليم سميع عليم ماذا حصر لهذا التنوين؟ سميع عليم هل التنوين هل هو ظاهر أم مخفي أم ما دفعنا له؟ نعم إذا تأملنا إذا سمعنا جيدا سميع عليم إذا هنا تنوين ظاهر أظهرناه بيناه إذا سميعناه بشكل جيد ليس مثلا لنقول مثلا سميع عليم سميع عليم إذن هنا لم يظهر التنوين لكن عندما نقول سميع عليم إذن هنا ظهر التنوين لكن انظروا معنا متى في كلمة فاسق بنبئ إذن عندنا أيضا تنوين في حرف القاف فيها ضمتان فاسق بنبئ هل ظهر هنا التنوين لم يظهر ما الذي حصل له تم سمعوا جيدا فاسق بنبئ إذن تلاحظون أن هذا التنوين كأنه تحول إلى جيد إلى ميم تحول إلى ميم كذلك ننظر المثال آخر تفاخر بينكم هل نقول تفاخر بينكم هذه قراءة خاطئة الصواب هو تفاخر بينكم إذن تلاحظون أيضا أن هذا التنوين الموجود في حرف الراء قلب إلى ميم هل هي ميم واضحة هل نقول تفاخر بينكم لو إنما هي تفاخر بينكم هي ميم ولكنها ميم مخفاة أي ميم غير ظاهرة وغير واضحة نشوفوا المثال آخر عزيز عزيز حكيم هل نقول عزيز مم أم عزيز الجواب هو نعم عزيز حكيم أم نقول عزيز حكيم إذن تلاحظون أن طرف اللسان يرتفع إلى الأعلى يلتصق بأصول الثنايا العليا مع السنان ديالفوق الخلف ديالهم فهذا طرف اللسان يلتصق لمدة حركتين عزيز عزيز ننظر إلى كلمة أخرى فمنهم 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 إذن تلاحظون أيضا ماذا فعلنا لهذا المثال فيه فيه حرف النون الساكنة فيه نون فيه نون ساكنة بعدها حرف الها كيف نطقناها فمن فمنهم فمنهم لا نقول فمههم إنما فمنهم أيضا نظهر هذه النون الساكنة كذلك مم بعد مم بعد عندنا نون الساكنة وبعدها حرف حرف الباء ماذا فعلنا لهذه النون الساكنة قلبناها إلى إلى آش قلبناها إلى مي من مخفات إذن إذا تأملنا جيدا في هذه الأمثرة سنجد عندنا قاعدة إذن إذا لاحظتم بعض الأحيان نقوم ب بإظهار النون الساكنة وبإظهار التنوين وفي حالات أخرى نقوم بقلب هذه النون الساكنة وقلب هذا التنوين إلى مي من مخفات إذن نحن أمام قاعدتان تجويديتان لهم قاعدة القلب وقاعدة الإظهار السؤال الآن متى نطبق قاعدة الإظهار ومتى نطبق قاعدة القلب إذن القاعدة التجويدية تقول لنا أن النون الساكنة النون الساكنة ركزوا جيدا النون الساكنة أو التنوين ضمتان أو كسرتان أو فتحتان عندما يأتي بعدهما أحد الأحرف الستة التي تخرج من الحلق تخرج منها عندما نجد هذه الواحد من هذه الأحرف الستة فإننا نطبق قاعدة الإظهار نظهر هذه النون الساكنة ونظهر هذا التنوين وهذه الأحرف الستة مجموعة في البيت في أوائل البيت الشعري أخي هاك علما حازه غير خاسر اللي هي هذه الحروف الهامزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء وكلها تخرج من الحلق منها ما يخرج من أقصى الحلق ومنها ما يخرج من وسط الحلق ومنها ما يخرج من أدنى الحلق ولكي تعرف مخرج أي حرف أو هذا الحرف نأتي قبله بهمزة قطعين إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسور مثلا نأخذ حرف الهامزة إذا وضعنا الأصبع وقلنا إذا ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن المكان الذي يخرج فيه الصوت يكون فيه اهتزاز هذا يسمى ما خرج هذا الحرف مثلا إذا جبنا عند حرف العين إذا قولوا مثلا الغين إذن تلاحظون أنه في هذا المكان وهكذا الحرف الذي بعده مثلا العين وهكذا إذن المكان الذي فيه هذا الاهتزاز وهكذا في كل حرف مثلا لبنى البا لبنى مثلا أب إذن تلاحظون أن مخرج الحرف هو في هذا المكان الأخير الذي ينتهي عنده الصوت إذن هذا فقط من باب التذكير إذن قلنا عندما يأتي بعد النون الساكنة أو بعد التنوين أحد هذه الحروف الستة فإننا نطبق قاعدة الإظهار كلمة سميع عليم إذن عندنا تنوين حرف العين وبعدها حرف العين والعين من حروف الإظهار فنقول سميع عليم كذلك عزيز حكيم الزي فيها التنوين وبعدها حرف الحاء والحاء من حروف الإظهار إذن نقول عزيز حكيم فمنهم إذن هنا عندنا نون ساكنة وبعدها حرف الهاء والهاء من حروف الإظهار فنقرأها فمنهم وهكذا أما القاعدة الثانية له قاعدة القلب قاعدة القلب أو الإقلاب والأفصح هو القلب فإننا ماذا نفعل؟ نقوم بالقلب شنو هو القلب؟ ناحية اللغوية هو التحويل مثلا هذه قلبة يدي إذن القلب من الناحية اللغوية هو تحويل الشيء على ظهره تحويل الشيء عن وجهه تحويل الشيء عن وجهه إذن هذا الذي يحصل لهذه النون ساكنة أو هذا التنوين نقوم بقلبه من نون ساكنة أو من تنوين إلى ميم مخفات فعوض أن نقرأها من بعد نقرأها من بعد وكأن هذه النون تحولت إلى ميم متى نفعل هذه القاعدة؟ قاعدة بسيطة جدا نفعلها في حالة واحدة فقط وهي عندما يأتي بعد النون ساكنة أو بعد التنوين حرف من أحرف عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين حرف الباء فقط سهل جدا عندما تجد بعد النون ساكنة أو التنوين حرف الباء ماذا يجب عليك أن تفعل؟ تقوم بقلب هذه النون أو هذا التنوين إلى ميم إذن عوض أن تقول من بعد تقول ميم ميم بعد كذلك فاسق بنبأ لا نقول فاسقن وإنما فاسقم ميم مخفات إذن هذه قاعدة الإظهار وقاعدة الإقلاب باختصار إذن ندون هاتين القاعدتين وأرجو منكم أن تذكروا لي أمثلة أخرى في التعليقات أكتبوا لنا أمثلة أخرى إما من هذه الآيات التي عندنا أو آيات أخرى تحفظون المهم نعطونا أمثلة أخرى لقاعدة الإقلاب وأمثلة أخرى لقاعدة الإظهار إذن بعد أن دوننا الآيات كاملة ندون هذه القاعدتين هاتين القاعدتين قاعدة الإظهار وقاعدة الإقلاب الآن ننتقل إلى شرح شرح المفردات إذن دعونا نحاول أن نفهم معاني هذه الآيات وسأعطيكم في النهاية الكلمات التي تدونها في الدفتر إن شاء الله إذن يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير دعونا ما أصاب هذه المهم تفيد العموم كل مصيبة تصيب في هذه الأرض من ذلك مثل هذه الأمراض وهذا الوباء الذي نعيشه الآن وهذه الأشياء كلها التي تقع في العالم كل شيء يصيب أو يقع في هذه الأرض أو يصيب الإنسان في ذاته في نفسه كل هذه الأشياء الله عز وجل يعلمها قبل أن تقع ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من قبل أن يخلقها الله عز وجل ومن قبل أن تقع على أرض الواقع فهي سبقت في علم الله سبحانه وتعالى الأزليه أنه في اليوم الفلاني وفي الوقت الفلاني سيحصل كذا وكذا إن ذلك على الله يسير هذا بالنسبة لله أمر سهل أمر هين فالذي خلق هذا الإنسان وخلق هذا الكون بالنسبة له هذه الأمور فهي بسيطة جدا إذن ما الغرض لماذا يذكرنا الله عز وجل بهذه القضية والتي هي متعلقة بركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقضاء والقدر إذن من صفات المؤمن ومن شروط الإيمان أنك تؤمن بقضاء الله وقدره سواء كان خيرا أو كان شرا تؤمن بالقدر خيره وشره إذن لماذا يذكرنا الله عز وجل بأن هذه الأشياء التي تحصل كلها في علم الله قال سبحانه لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور حتى لا يفرح الإنسان حتى لا يأس الإنسان حتى لا يحزن الإنسان إذا فاته شيء من متاع الدنيا أو شيء من أمور الدنيا إذا فاتك شيء من ذلك وكذلك إذا حصلت على شيء فيجب أن تكون في حالة توصف أن لا تبالغ في الفرح وأن لا تبالغ في الحزن إذن لا تفرح كثيرا بما حصلت عليه ولا تحزن أيضا كثيرا على ما فاتك لأن كل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى وفي قدره لأن كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى وسابق في قضائه وفي قدره لذلك لا تفرح كثيرا إذا حصلت على شيء ولا تحزن كثيرا إذا فاتك شيء فلن تستطيع أن ترد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره والمؤمن في العادة هو دائما في حالة توصف إما شاكر وإما صابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير إذا أصابته سرى شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضرى صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن دائما المؤمن في حالة شكر وفي حالة صبر فهو لا يجزع ولا يحزن إذا أصابه شيء وكذلك لا يبالغ في الفرح إذا حصل على شيء إنه متوازن ومعتدل إذن لكي لا تأسوا لا تحزنوا على ما فاتكم وفي المقابل لا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور الله لا يحب كل مختال كل متكبر متعجرف يفتخر على الناس بما آتاه الله عز وجل إن الله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس إذن من صفات هؤلاء المختالين هؤلاء الفخورين المتكبرين من صفاتهم أنهم يبخلون يمتنعون عن الإنفاق وليس فقط هذا الأمر ويامرون الناس بالبخل إذن هم يتصفون بهذه الصفة القبيحة ليصفة البخل يمتنعون عن الإنفاق وعن الجود وعن الكرم ويحتون الناس ويرغبونهم في ذلك يقول الناس لا تنفقوا من أموالكم ستضيعون هذه الأموال يجمعوا الأموال وخزروا الأموال وادخرواها للمستقبل إذن فهم متكبرون متعجرفون يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى ما معنى ومن يتولى أيمن؟ نعم من يرجع عن طاعة الله من يكفر بدين الله من يرفض طاعة الله عز وجل فإن الله الغني الحميد الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا نحن عندما نقوم بعبادة فنحن أول من يستفيد منها أما الله عز وجل فهو غني لا يحتاج إلى عبادتنا وإنما هي أعمالنا كمن في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحديث أن الله عز وجل لا يخبرنا أن الناس كلهم لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد كلهم مؤمنين كلهم أتقياء لا يعصون الله عز وجل فذلك لن يزيد في ملك الله شيئا وفي المقابل لو كانوا كلهم كفار كلهم عصاد كلهم مذنبون فذلك لن ينقص من ملك الله إنما هي أعمالنا يحصيها الله لنا ويوم القيامة سيجازين عليها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وهذه رسالة لنا حتى لا نغتر بعبادتنا فالله غني عن عبادتنا ولكن مع ذلك فهو إذن هو غني وحميد متصف بصفات المحامد كلها ويحمد لنا هذه الأعمال الصالحة يجازين عليها عادي الأعمال الصالحة يعطينا التواب والأجر إذن فهو غني عنا وحميد يكافئنا ومتصف بكل صفات الكمال والجمال ثم قال سبحانه وتعالى لقد رسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان والميزان ليقوم الناس بالقصط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز إذن في هذه الآية يذكرنا البار جل وعلا بالغاية من بعتة الرسل لقد أرسلنا بعتنا رسلنا بماذا بالبينات بالحجج بالأدلة الظاهرة الدالة على وجود الله وعلى صدق نبوتهم لماذا أرسلهم الله عز وجل وأنزل مع هؤلاء الكتاب والميزان الميزان هنا المقصود به هو الشرع لأن شرع الله عز وجل هو الميزان الذي توزن به الأعمال والذي به نعرف الأعمال الصالحة والأعمال اللي هي قبيحة فنفعل الصالحات ونجنب القبائح وأنزلنا معهم الكتاب والميزة ليقوم الناس بالقسط ليتعامل الناس ما بينهم بالقسط أي بالعدل فلا يظلمون بعضهم بعضا ويؤدون حقوق الله وحقوق أنفسهم وحقوق الناس وحقوق باقي المخلوقات ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد إذا الله عز وجل أيد هؤلاء الحديد هنا دليل على القوة أيدهم بالقوة التي يدافعون بها عن هذا الحق ويقيمون بها هذا الحق وهنا إشارة إلى أن الحديد فيه منافع كثيرة فيه بأس شديد أي أنه يستعمل في الحرب ويستعمل كذلك حتى في حالة السلم فالناس يستعملون الحديد في البنيان وفي الصناعات وفي غيرها من الأشياء ففيه منافع كثيرة وفيه بأس شديد وليعلم الله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إذن أرسل الله هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الرسل ليعلم من ينصره وليعلم من يؤمن به ويصدق به بالغيب بالغيب أي أننا لا نرى الله عز وجل ومع ذلك نؤمن بوجوده لأننا صدقنا هؤلاء الأنبياء وصدقنا هؤلاء الرسل الذين أتونا بالحجج والدلائل الدالة على وجود الله عز وجل إن الله قوي عزيز إذن من صفاته القوة والعزة سبحانه وتعالى ثم أخبرنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّهِمَا النُّوءَةِ إذن من هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل منهم نوح عليه السلام وكذلك إبراهيم عليه السلام وَجَعَلَ فِي ذُرِّيَّهِمَا النُّبُوءَةَ وَالْكِتَابِ أي جعل من أبنائهما من هو نبي ومن هو رسول نزلت عليه الكتب السماوية فمنهم مهتد أي من أتباع هؤلاء الأنبياء ومن ذرية هؤلاء الأنبياء هناك من هو مهتد أي استقام على طريق الله وآمن بالله عز وجل وأيضا وكثير منهم فاسقون لكن هناك مجموعة من الناس فاسقون أي خارجون عن طاعة الله رافضين الامتتال لأوامره سبحانه وتعالى ثم قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وقفينا بعيس بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء نضوان الله فما رعوها حق رعايتها ثم قفينا أي أتبعنا أي بعد إبراهيم وبعد نوح وبعد إبراهيم عليه السلام جاء هناك أيضا أنبياء أخرين جاء هناك أنبياء آخرين منهم عيسى عليه السلام قفينا على آثارهم أي على نهجهم بمعنى أن رسالة الرسل كلها رسالة واحدة كلهم يدعون إلى شيء واحد لأنهم من مصدر واحد كلهم من عند الله فهم يدعون إلى شيء واحد وهو عبادة الله تعالى وتوحيد الله عز وجل ونبد عبادة الأصنام ونبد الشرك بالله سبحانه وتعالى وإن كانوا يختلفون في بعض الأمور متعلقة بالشرائع كأحكام الحلال والحرام فهم متفقون في الأصل الواحد وهو عقيد التوحيد لنقفينا على آثارهم أي على نهجهم وعلى طريقتهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم عيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل إذن الله عز وجل أنزل على عيسى عليه السلام وأنزل عليه كتابا يسمى بالإنجيل الذي تعرفونه فهو من الكتب السماوية المنزلة على عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه إذن أتباع عيسى عليه السلام والذين يسمون بالحواريين إذن أتباع عيسى يسمون بالحواريين الذين آمنوا به صحابة عيسى عليه السلام إذن يسمون بالحواريين إذن هؤلاء جعل الله في قلوبهم رأفة ورحمة وكانوا مشفقين على بعضهم البعض إذن فيهم صفات عالية وجميلة وأيضا ورهبانية ابتدعوها إذن أحدثوا شيئا وهو ما يسمى بالرهبانية الرهبانية هي الإنقطاع عن الحياة الإنسان ينقطع عن الحياة ويتفرغ فقط للعبادة يذهب إلى مكان أو في منزله لا يقوم بأي شيء فقط يصلي ويصوم ويعبد الله إذن هذا يسمى بالمبالغة مبالغة في العبادة والإسلام لا رهبانية في الإسلام الإسلام ليس فيه رهبانية إنما الإسلام هو يدعو الإنسان إلى العمل والاجتهاد بل ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذهم إذن لا رهبانية في الإسلام إذن هؤلاء أتباع إسا عليه السلام أحدثوا قدعة لهي الرهبانية التي قلنا الإنقطاع عن الحياة والتفرغ فقط لعبادة الله قال ما كتبناها عليهم أي ما فرضناها عليهم فما رعوها حق رعايتها إذن فرضوا عليه على أنفسهم شيئا لكنهم لم يلتزموا به ولم يؤدوه على الوجه المطلوب ثم قال سبحانه وتعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه أعطاهم الله أجرهم وكثير منهم فاسقون أي كثير منهم خارجون عن طاعة الله رفضوا الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى موجه النداء للذين آمنوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ يُوتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ إذا الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين أيها الذين آمنوا اتقوا الله افعلوا ما آمركم به وابتعدوا عما نهاكم عنه وآمنوا برسوله أقروا وصدقوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إذا فعلتم سيؤتيكم كفلين سيضاعف لكم الأجر سيعطيكم نصيبين من الأجر وأيضا سيعطيكم كفلين من رحمته نصيبين من رحمته وهذا دلال على أفضلية أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخيرية هذه الأمة أن الله يضاعف لها في الأجر وفي الرحمات ويجعل لكم نورا تمشون به فهذا القرآن الكريم هو نور يمشي به الإنسان في هذه الحياة يصطيئ به ليميز بين الخير وبين الشر فلا تلتابسوا عليه هذه الأمور ويغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم يمحو عنكم سيئاتكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم إذن هذا فضل كبير أنعم الله به على هذه الأمة المرحومة إذا هي آمنة صدقت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم سيؤتيها الله كفلي نصيبين من رحمته وسيغفر لها ذنوبها فماذا ننتظر أيها الإخوة لنؤمن بالله جميعا ولنتقيه حق تقاته لنكون من هؤلاء الفائزين بهذه الرحمات الربانية ثم يقول سبحانه وتعالى ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إذن هؤلاء أهل الكتاب الذين رفضوا الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذن الله أعطانا هذه الأفضال وهذه الأجور وهذه الرحمات مضاعفة حتى يعلم هؤلاء الذين يرفضون الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون شيء وأن الفضل بيد الله هو الذي يعطيه لمن يشاء ومن رحمتي أنه أعطانا هذا الفضل وهذه الرحمات وهذه القسور فالفضل كله بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أهل الكتاب وإنما هو بيد الله وأهل الكتاب هناهم اليهود والنصارى والله ذو الفضل العظيم ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى إذن كانت هذه هي الآيات وهذا شرح لمعاني هذه الآيات تتمنى أن يكون شرحا مبسطا وعاضحا ومن لم يفهم شيء يمكنك أن تعيد المشاهدة مرة أخرى حتى تستوعب هذه الآيات وتتشربها قلبك وتتغلغل فيه لكي تؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل إذن شرحنا مجموعة من المفردات ندون بعض هذه المفردات إذن تسجلون هذه المفردات بعد القاعدتين التجوديتين الآن دعونا نستخلص مع المعنى العام المضمون العام لهذه الآيات قبل أن نأتي على ذكر المعاني الجزئية إذن تلاحظون أن أول شيء أن الله عز وجل في البداية أخبرنا بعلمه المسبق بعلمه السابق بكل ما يحدث في هذه الأرض كل ما يحدث في هذا الأرض فهو بعلم الله سبحانه وتعالى هذا قلنا فيه تذكير بضرورة الإيمان بقضاء الله وقدره وبيّن لنا الغاية من تنبيهه على هذا الأمر حتى لا نحزل على ما فاتنا ولا نفرح بما آتنا كذلك حذرنا سبحانه وتعالى من البهل وبيّن لنا الغاية من بعتة الرسل عليه السلام وكذلك بيّن لنا جزاء من يتق الله سبحانه وتعالى وكذلك أكد لنا أنه اختص لوحده سبحانه وتعالى بالفضل إذن جمعنا هذه الأمور سنستخرج مضمونا عام أتمنى أن تقوم بوقف هذا الفيديو وتحاول أن تجتهد أنت وأنت كذلك في استخلاص مضمون عام وتقارنه مع هذا المضمون الذي سأذكره لكم بعد قبل إذا المضمون العام هو في هذه الآيات الكريمة من صورة الحديد يذكرنا الله عز وجل بعلمه المسبق بكل ما يحدث في الأرض والسماء والغاية من ذلك الغاية من هذا التذكير وتحذيره من البخل مع بيان الغاية من بعتة الرسل عليه السلام وجزاء المتقين وتأكيده على اختصاصه بالفضل العظيم دون ما سواه قد نسجل هذا المضمون وأتمنى أن تكونوا قد وفقتم إلى استخلاص مضمون شبيه أو قريب من هذا المضمون إذن بعد أن ندون هذا المضمون ننتقل الآن إلى بيان معاني الآيات إذن سأذكر لكم معاني ثم أنتم تذكرون لما هي الآياء أو الآيات التي تناسب هذا المضمون إذن نبدأ بالمعنى الأول كل ما يجري في الكون ركزوا جيدا كل ما يجري في الكون قضاء وقدر والمطلوب من الإنسان الصبر على ما كتبه الله عليه وعدم التكبر والتفاخر بما كتب الله له من خير الدنيا ونعيمها إذن هذا المعنى يناسب أي آية ممتاز يناسب الآية الواحد والعشرين والآية الثانية والعشرين إذن هذا المعنى الأول إذن سأترك لكم بعد أن ننتهي من هذه المعاني سأجعلها تظهر في الشاشة حتى تتمكنون من تدوينها ننفق التابع معي الآن المعنى الذي بعده بيانه عز وجل أنه أرسل الرسل والأنبياء لإرساء العدل والقص بين الناس وجلب المنافع لهم وللتحقيق هذه الغايات أيدهم سبحانه وتعالى بالكتب والشرائع السماوية وبالحديد إذن الآية المناسبة هنا هي الآية رقم ممتاز هذه الآية رقم أربعة وعشرين المعنى الذي بعده الناس أمام دعوة الرسل ومعجزاتهم صنفان فئة اهتدت لطريق الإيمان وكثرة فاسقة اختارت الجحود والعصيان إذن هذا المعنى مناسب للآية الجيد الآية الخامسة والعشرين المعنى الآخر الرهبانية بدعة الرهبانية بدعة ابتدعها أتباع المسيح عليه السلام المسيح نوع عيسى عليه السلام وما فرضت عليهم فكانوا أول من ضيعها وتنصل منها أي لم يلتزم ولم يؤديها كما ينبغي إذن هذا المعنى مناسب بأي آية رائع الآية السادسة والعشرين المعنى الآخر أمر الله عز وجل بتقواه والاقتداء بنهج الرسل والأنبياء عليه السلام لتحقيق الفلاح والفوز إذن هذا المعنى مناسب للآية جيد للآية السابعة والعشرين المعنى الآخر إذن بقي لنا آية واحدة للآية الثامنة والعشرين جيد إذن في هذه الآية تذكره تعالى بفضله على هذه الأمة وتفضله عليها ليعلم أهل الكتاب أي اليهود والنصارى الرافضين لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يملكون شيئا من الفضل إذن ندون هذه المعاني الجزئية كل معنى نكتب رقم الآيات أو الآية ثم المعنى المناسب لها وهذا يفيدنا لأنه أثناء الامتحام ربما تسأل يعطاك معنى مثلا يقال لك استدل على المعاني التالية استدل على المعاني التالية فيقول لك مثلا أمر الله تعالى بتقواه والاقتداء بنهج الرسول الأنبياء لتحقيق الفلاح والفوز إذن يطلب منك ما هي الآية المناسبة أو اذكر الآية من صورة الحديد التي تدل على هذا المعنى إذا كنت لا تفهم هذه المعاني حتى وإن حافظت ربما لا تستطيع أن تختار الآية المناسبة لكي تستدل بها إذن افهم هذه المعاني جيدا بعد حفظ الصورة تربط كل معنى بالآية المناسبة له فإذا طلب منك أن تستشهد أن تذكر دليلا تستطيع أن تجيب بسهولة لكن إن شاء الله عندما تحفظون إذا حفظتم بشكل دقيق سيسهل عليكم استخراج هذه المعاني الآن بعد أن دوننا هذه المعاني ننتقل إلى استخراج الأحكام الشرعية ما هي الأحكام الشرعية ما هي الأمور التي يجب علينا فعلها الأمور التي يحرم علينا فعلها الأمور التي يندب لنا فعلها الأمور المكروهة التي يجب أن لا نفعلها وهكذا إذن نبدأ أولا في قضية في قضية الآية الأولى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل النظراء هناك حكم شرعي يمكن أن نستخلصه من هذه الآية وهو وجوب وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره هذا أول حكم شرعي أن الإنسان عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره وأن يفوض الأمر لله أن يجعل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ثم كذلك ما هو حكم التكبر والتفاخر الحرام لا يجوز إنسان أن يتكبر وأن يتفاخر لأن هذا منهي عنه والله لا يحب كل مختال فخور إذن هنا الحكم الذي نستنتج هو تحريم التكبر وكذلك الغرور والتفاخر الإيمان بالرسل هؤلاء الذين أرسلهم الله عز وجل ما هو حكم الإيمان بالرسل هذا هو أمر اختياري إذن هو أمر واجب لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذن الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان إذن الحكم الشرعي الذي نستفيده هنا هو وجوب الإيمان وجوب الإيمان بجميع الرسل والأنبياء قضية الابتداع في الدين نلاحظ أن النصارى ابتدعوا شيئاً ابتدعوا هذه الرهبانية أحدثوها ما كتبناها عليهم لم يفرضها الله عليهم هل يجوز الابتداع في الدين؟ إذن لا يجوز إذن تحريموا الابتداع في الدين لأن نبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي حديث آخر كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إذن الإنسان لا يبتدع لا يحدث أموراً تخالف الشرع إذن تحريموا الابتداع في الدين إذن هذا حكم آخر كذلك الإيمان بالرسل صلى الله عليه وسلم إذن واجب أن هذا أمر مفروض إذن وجوب الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين إذن ندون هذه الأحكام الشرعية التي نستفيدها من هذه الآيات بقي لنا الآن القيم ما هي القيم التي نستفيدها وكيف نتمتل هذه القيم إذن إذا لاحظتم أن هناك قضية الإيمان بالقضاء والقدر إنسان قد يصيبه أشياء حزن أو مقروه تفوته بعض أشياء إذن هنا قيمة أساسية عليها أن يتحلى بهذه قيمة ممتاز قيمة الصبر قيمة الصبر وقيمة كذلك اليقين إذن هنا إذن الصبر إذن أنمي قيمة الصبر عبر الإيمان بالقضاء والقدر نكون على يقين أن ما أخطأني ما كان ليصيبني وما أصابني ما كان ليخطئني أي شيء يصيبك فهو سيصيبك أي شيء كتبه الله لك بأن يصيبك سيصيبك ولن يخطئك وأي شيء لم يكتبه الله لك وأي شيء لم يكتبه الله عليك فلن يصيبك مهما حدث إذن كن عندنا هذا اليقين وكن عندنا هذه القيمة للصبر ثم كذلك قيمة الله لا يحب كل مختال لا يحب كل فخور إذن علينا أن نتوا جيد أن نتواضع إذن القيمة الثانية هنا التواضع أتواضع أمام نعم الله تعالى وخلقه فإذا أعطاني الله شيئا لا أتفخر به وكذلك أتواضع أمام الناس ولا أفتخر عليهم ولا استصغرهم وأحتقرهم وأؤمن بأن من وهب النعم قادر على تحويلها إلى نقم عند كل مختال فخور إذن كن على يقين بأنني إذا تفخرت أن الذي أعطاني هذه النعم ممكن أن يسلوبها مني أو تتحول هذه النعمة إلى نقمة من حالة فرح إلى شقاء وهكذا إذن نحرص على هذه النعم بشكرها فالشكر سبيل لدوام النعمة القيمة الأخرى هي قيمة الإيمان وقوي إيماني بالاعتقاد أن الرسل والأنبياء لهم غاية واحدة وأن الإيمان بهم جميعا وهاجب ثم كذلك قضية القسط الله أرسل هؤلاء الأنبياء ليقوموا بالقسط أي بالعدل إذن هنا أتصف أنا بالقسط بالعدل في جميع الأقوال وفي جميع الأفعال والأحوال اقتداءا بمن؟ بالأنبياء وبالرسل عليه السلام وتطهيرا لهذه النفس من آفات الظلم والجور والطغيان ثم كذلك قيمة أخرى ليقيمة الاستقامة الاستقامة أي أستقيم على أمر الله أطبق أمر الله ألتزم بأمر الله سبحانه وتعالى وأحقق تقواه لماذا؟ أملا في رحمته سبحانه وتعالى ونيلي رضاه ثم آخر قيمة أستفيدها هنا هي قضية الاعتدال أي أوقن بأن الدين هو أمر يسر وأن من ابتدع في الدين ما ليس فيه كان مصيره الانحراف عن الصراط المستقيم والشدود عن نهج الأنبياء إذن هناك من يشدد على نفسه ويحدث أمورا برغبة التقرب أكثر إلى الله عز وجل وهذا يؤدي بالإنسان إلى الانحراف إلى أن يحدث أشياء تخالف ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم إذن لأن وأفضل الدين أفضل شيء يتقرب به الإنسان إلى الله هو أن يتقرب بما فرضه الله عليه إذا قمت بالأشياء التي فرضه الله عليك فهذا يكفي فقط إلتزم بما أمرك الله به وابتعد عما نهاك عنه ولست محتاج إلى أن تبالغ في شيء آخر لأن لا رهبانية في الإسلام ولا غلو في الدين ومن شد هذا الدين غلبه والله لا يمل حتى تمله فالدين يسر وليس بالعسر وأفضل العمل ما كان مداوما عليه عمل قليل صالح تداوم عليه خير من عمل كثير يؤدي بك إلى الإنحراف أو إلى اليأس مع مرور الزمن إذن ليكون الإنسان معتدرا في كل شيء الاعتداد في كل شيء لا تكون مقصرا ولا تكون مفرطا إذن كانت هذه أيها الأحباب هذه هي المعاني وهذه الآيات إذن نسجل هذه القيم ونحرص على تمتلها في أرض الواقع ومن لم يفهم شيء في هذا الدرس يمكن أن يعيد مشاهدته أخرى وإذا شاهدت مرة أخرى ولم تفهم يمكنك أن تطرح أي سؤال بهذا الخصوص في التعليق وأسأل الله تعالى أن ينفعكم بهذه الأمور التي سمعتم وأن تكون حجة لنا جميعا وليست حجة علينا وكالعادة لا تنسوا مشاركة هذا المقطع مع الغير فالدال على الخير كفاعله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة